السلام العالمي في خطر نتائج مؤشر السلام تشير الى عالم اقل سلما بسبب التوترات والصراعات هذه النتائج السلبية تأتي بعدما شهدت العوام السابقة تراجعا متتاليا في المؤشر علما ان العام الماضي وحده شكلا خفاضا كبيرا بسبب عدم تسوية معظم النزاعات وحالات عدم الاستقرار في شرق الاوسط العالم بات اقل امنا وسلما خلال العقد الاخير الارهاب والصراعات هما السببان الرئيسيان لذلك وفق مؤشر السلام العالمي الصادر من معهد الاقتصاد والسلام وخلال العام الماضي فقط تراجع مستوى السلام في العالم بحوالي 13% بسبب التوتر والنزاعات خصوصا في الشرق الاوسط واستندت مؤسسة الاقتصاد والسلام في تصنيفها لمائة وثلاث وستين دولة على ثلاثة عوامل هي السلام والامن والنزاعات الداخلية والدولية والتسليح واحتلت ايسلندا للعام العاشر على التوالي المرتبة الاولى ضمن الدول الخمس الاكثر امنا في العالم تلتها نيوزيلندا والنمسا ثم البرتغال والدنمارك اما الدول الخمس الاقل امنا وفق مؤشر السلام العالمي فاحتلت سوريا المرتبة الاخيرة للسنة الخامسة على التوالي ثم افغانستان وجنوب السودان تلتهم العراق والصومال وحسب التقرير تراجع مؤشر السلام العالمي في 92 دولة بينما تقدم في 71 دولة ومن اكثر المناطق التي سجلت تراجعا كانت امريكا الشمالية بسبب الارهاب وارتفاع معدل الجريمة ورغم كونها اكثر المناطق توترا في العالم فقد سجلت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحسنا في مؤشر السلام العالمي لكن رغم ذلك سجلت قطر اكبر هبوط فردي في مستوى الامان والذي يعزوه التقرير لمقاطعتها من الدول الداعية لمكافحة الارهاب معنا الان من القاهرة مستشار المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد مجاهد الزياد دكتور محمد مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار لافت هذا المؤشر مؤشر السلام الوضع يعني على مستوى العالم كله في تراجع طبعا سنتحدث بعد قريل عن منطقتنا العربية للأسف الكثير منها في المراتب الاخيرة ولكن بداية كيف يعني تقيم المعايير المستخدمة للتوصل الى هذا المؤشر نتحدث عن يعني ثلاثة عوامل السلامة والامن النزاعات الداخلية والدولية والتسليح هل هذه برأيك معايير مناسبة وكافية للتوصل الى مؤشر يعكس وضع السلم والسلام في العالم بشكل عام لا اعتقد ان هذه المؤشرات مرتبطة بمن انشأوا هذا المعهد وتولوا اصدار مثل هذا المؤشر اعتقد انه يحتاج الى امور اخرى تضاف الى ذلك لكنهما عندما يتحدث عن الامن والامان الاجتماعي اعتقد انه يحتاج الى ان يقيس امور اخرى طبقا لهذا المحور تتحدث مثلا مدى تماسك المجتمع مدى الانقسام الداخلي فيه من عدمه هذه الامور كلها يجب ان تضاف عندما نحلل مثل هذه الامور فيما يتعلق بعسكرة الدولة او فيما يتعلق بالانفاق العسكري فلا يعتقد ان انفاق العسكري يؤدي الى عدم الامان لانه العالم كله يتاجه الى دعم قدراته العسكرية في ظل سواء لمواجهة تهديدات داخلية مثل الارهاب الذي تصاعد في السنوات الاخيرة او النزاعات التي لا تتوقف فيما بين الدول وبعضها فهذا المؤشر في اعتقادي يحتاج الى مراجعة يعني لا تقاس عليه يعتبر سلبية عندما تبني الدولة او تزيد انفاق العسكري لكن المقارنة تكون هل هذا الانفاق العسكري جاء على حساب الانفاق فيما يتعلق بالحاجات الحيوية المواطن من تعليم وسكن وصحة او غيره يعني يبدو انه هناك ايضا غياب لبعض المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد دكتور محمد يعني لا نرى مثلا التنمية الرفاه مستوى الفقر مستوى الفقر وهذه الامور التي يعني تعطل او تزيد من حالة عدم الاستقرار في المجتمعات لماذا برأيها غابت مثل هذه المؤشرات المهمة يعني انا في اعتقادي انه المؤشر مربوط بقياس او باعتبارات خاصة بالدول الكبرى التي بدأ فيها هذا المؤشر يعني زيما ذكرت سيادتكم ان مؤشر التنمية مؤشر مهم خاصة في دول النامية او دول العالم التالت لانه على اساس هذه الفقر احد مصادر التوتر او احد مصادر التطرف وبالتالي قدرة الدولة على تعقيق التنمية الشاملة سواء فيما تعلق بالتنمية الاقتصادية او السقافية او الاجتماعية تكون مبررا او تكون دافعا لتحقيق تماسك المجتمع وتوفير متطلبات الامان بصورة كبيرة فيحتاج هذا الى مؤشر على هذا المستوى بالضرورة ينطبق على دول العالم التالت لكن الحديث على انه التركيز على التلات محاور الاساسية التي ذكرت لا اعتقد انها كافية وتحتاج الى مؤشرات اخرى طيب فيما تعلق بمنطقتنا العربية دكتور زياد يعني منطقتنا تتراوح بين دول فيها نوع من السلام وهناك دول طبعا جاءت في ذيل القائمة سوريا اعتلت المرتبة الاخيرة لأسباب كلنا نعرفها العراق الصومال ايضا في مؤخرة هذه القائمة ايضا يعني كيف يمكن ان نقيم وضع العالم العربي بشكل عام هل يمكن اصلا ان نقيم وضع العالم العربي كله في سلة واحدة ام ان هناك تفاوتات كثيرة بين الدول المختلفة بالتأكيد لا يمكن تطبيق العالم العربي كله في سلة واحدة او نتناول العالم العربي كله على هذا الشكل لانه تقرير نفسه ذكر انه في هناك تراجع او زيادة في اعمال العنف في المنطقة العربية خاصة في السمان السنوات الماضية وهو يربط تراجع العنف دون ان يبرره هو لكن في اعتقادي ان المقصود به ما حدث منذ يناير 2011 اللي تمت فيها ما يسمى بالثورات في عدد من الدول ادت حتى الان الى نزاعات داخلية لم تتوقف يعني في سوريا الصراع الداخلي وفي ليبيا الصراع داخلي قائم على هذا النمط تتصاعد عمليات الارهاب سواء في مصر او في تونس او في الجزائر الموقف في اليمن والتوترات القائمة هناك استمرار النزاعات في العراق ومواجهة داعش التي اخذت طوال العام الماضي هناك وبالتالي فهذا هو المبرر الاساسي لاستمرار العنف فالعكس ما تحدثوا عن تحسن في دول شمال افريقيا قياسا باجري رغم ان هناك ما زال عنف وزالت عملات ارهابية في تونس وفي الجزائر وفي ليبيا بصورة اساسية فلست ادري كيف جاء التحسن على هذا النمط اللافت في ايضا هذا التقرير ما جاء بالنسبة لقطر قطر بحسب التقرير شهدت اكبر هبوط فردي في مستوى الامان يعني البعض قد يتخيل ان قطر باعتبارها دولة غنية دولة بعدل دخل الفرد فيها مرتفية قد يتخيل انها من بين الدول التي يعوم فيها السلام والامن بشكل عام لماذا برأيك جاءت قطر على انها اكبر دولة تشهد هبوط فردي في مستوى الامان هذا الهبوط الفردي قياسا بالسنوات السابقة لكن خلال من 2017 و2018 كانت قطر تترجم بوضوع كبير المؤشرات او المحاور التي تحدث عنها التقرير فمس على سبيل المثال فيما تعلق بالامان والامن الداخلي الامن المجتمعي تأثر سلبيا كثيرا في الفترة الاخيرة في قطر فليس هناك تماسك مجتمعي هناك انقسامات داخلية هناك عدم ثقة ما بين المواطنين والنظام هناك خلق النظام نفسه وخوفه واهتمامه بالاجراءات الامنية في مواجهة المواطنين هناك قبائل تم سحب عملة معاملة قاسية وهناك انتهاك لحرمات بعض الشيوخ المعارضين وانتهاك لبيوتهم وممتلكاتهم هذه الظاهرة لم تكن موجودة في قطر قبل ذلك وبالتالي فيها استجدت وعطت مؤشر واضح على ان المجتمع القطر يعاني من عدم التماسك يعاني من فقدان ثقة متبادلة بين المواطنين وبين النظام يعاني من عدم الاهتمام بحقوق الانسان داخل قطر بصورة مشهودة خلال الفترة الاخيرة هذا في المحور الاول وفيما يتعلق بمحور الثاني والذي يقيسه التقرير يتحدث عن التوترات سواء التوتر الداخلي او التوتر مع دول الجوار التوتر داخلي فيما تعلق داخل نظام والخوف من عمليات او من خسامات داخلية التوتر فيما تعلق بالتعامل مع دول الجوار والتي ادت الى مقاطعة دول اربعة لقطر وانعكست عليها سلبيا اقتصاديا وسياسيا وعلى الحضور الموجود وبالتالي فإصارتها للتوتر دون التجاوب مع الاطر المطروحة للحل دفع الى سلبية هذا الموقف وتركيز على سلبية قطر بصورة اساسية وركز التقرير كذلك فيما تعلق بقطر على زيادة الانفاق العسكري والتي كانت مشهودة خلال العام الاخير والمتصف العام الماضي وهو دليل على ان الدولة تشعر بالقلق وعدم الامان وتتصور ان في زيادة الانفاق العسكري بصورة غير معهودة قبل ذلك او قياسة من السنوات السابقة يعني ان النظام غير امن ويشعر بالقلق ويشعر بعدم الامان شكرا جزيلا لك دكتور محمد مجاهد الزياد مستشار المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية كان معنا مباشرة من القاهرة